السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله تكونون كلكم خير و ساحة و سلامة. اليوم نتكلم على زراعة الفلفل الاخضر حلو من البذور متبدا تشوفون اهنان يتم العملية ان شاء الله بسهولة بس تتوفر الظروف المناسبة لنمو الفلفل الاخضر او بما يسمى بي الفلفل الرومي الغرض اهنان انه نزرعه في المنزل و اذا توفر الاجواء اللازمة اه مثلا تقريبا 6 الى 8 ساعات من اشعة الشمس اذا توفر هذا الشيء المناخ كان حلو نقدر نخلي اما بالحديقة او نخلي ايضا بالبلكون او على اسطح. طبعا الطريقة سهلة و بسيطة بداءا من زراعة الفلفل الاخضر الى العناية بخطوات سهلة وسهلة و سريعا نتعرف عليها اليوم اذا بعدكم مشاركت بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. ممكن انه احنا نزرع الفلفل الاخضر في المنزل بدون ما نحتاج اي خبرة لهذا الشيء فقط نتعرف عليه الاجواء المناسبة والخطوات اللازمة. طبعا الخطوات لزراعة الفلفل الاخضر سهلة وسهلة وسهلة. اول شي عدنا بذور الفلفل الاخضر حلو. ممكن انه نشتغيه من اي مجر او من اي مكان يبيع بذور للزراعة. وايضا نتأكد من النوعية الي حابين احنا نزرعها. هذا انه اكون نوع مختلفة. وزراعة بذور الفلفل الاخضر الحلو قبل موعدها راح يأثر عليها. فلازم نتأكد من الموعد الاساسي. الموعد المناسب الي احنا نقدر نبدي نزرع به الفلفل الاخضر وهو اخر موجة سقيع. الفترة مقدارها ما بين 8 الى 10 اسابيع. وبعدها نقوم بنقل البذور الى الخارج وباشرة اذا تتوفر الظروف المناسبة ان شاء الله. طبعا اول شي نحضر وعاء صغير بحجم كوب او اكبر. ونحرص انه يكون فتحات للتصريف من الاسفل. هاي جدا مهم. لازم اكون فتحات للتصريف. وايضا الترابة نستخدمها لازم تكون تربة ناعمة جيدة للصرف ايضا. وبعدها نزرع ثلاث بذور نبعه على وقت قريبا صفر فارزة خمسة سنتيمتر. ونقوم برأي البذور لما نصير الترابة ببللة طريقة جيدة وتشبع ايضا بالماء. بعدها نترك الترابة تجف بشكل تام بشكل نهائي نخلي الاوعية المزروع بها البذور بغرفة درجة حرارتها تقريبا 21 مئوية على اقل ممكن تخلوها بالصالة ممكن تخلوها ايضا في المطبق. بس المهم انه تكون على اقل مكان دافي اقل شي 21 درجة مؤوية لمناغمانتها. طبعا بذور الفلفل تحتاج التفئ حتى تنمو بشكل جيد. وممكن انه نخليها باوعية بغرفة تتعرض لاشعات الشمس ما بيها اي اشكال. اذا لاحظت انه اكب بطء في نمو البذور فممكن انه يزيدون الشتلات الضعيفة تتعرف عليها انه تكون دابلة تكون ضعيفة تكون ازغر حجم من باقي الشتلات لانه نباتة بفلفل يحتاج انه ينمو ويعيش بشكل افضل اذا زرعته بصورة ازواج. لانه يقوم ايضا بتضليل بقية الشتلات من الشمس فهذا الشي جدا مهم. فاذا قمتوا بزراعة مثل ثلاث بذور بكل وعاء هذا الشي يكون مناسب ايضا تنتظرون كمس اسبوع تقريبا ثلاث اربع اسابيع لحد ما تزهر النباتات بعدين تتعرفون علي اضعف شتلة يشيلوها حتى تتبقي الشتلات القوية اللي مستعدة واحدة تحافظ على الثانية. وبعدين تركون النباتات النامية تتعرض لاشعة الشمس هاي قضوة جدا مهمة لانه لما تخلوها بجانب نافذة مثلا مواجهة لناحية الجنوب تخلوها يمي الشباك وين اكو اشعة شمس قوية اشعة شمس حلوة تخلوها بهذا المكان لانه هي من النوع اللي تمتص الدفئ والضوء خلال النهار. نباتة الفلفل من المهم جدا انه يتعرض للضوء بشكل وفير بشكل كبير ايضا حتى ينمو بشكل افضل ويحتاج تقريبا ما بين ستة الى تمساعة من اشعة الشمس خلال اليوم كل يوم. ولازم نتعرض لظروف الخارجية بشكل تدريجي يعني شوية شوية نطلع برا بعد ما نزرع داخل المنزل لازم يكون بشكل تدريجي نعرض لاشعة الشمس الخارجية للهواء الى اخره. ونخليه بجنب نافذة مفتوحة تدخل منها اشعة الشمس نفتح الشباك شوية وتيار هواء ايضا يدخل. وهذا الشي رح يكون جدا مفيد للنبات رح يساعده للتكيف مع الظروف الخارجية قبل لا يتم نقله الى الخارج. ونبات الفلفل ايضا يحتاج انه يتعرض لاشعة الشمس ما بين 6 الى 8 ساعات كل يوم. هذا الشي جدا مهم نعيده كم مرة خلال الفيديو حتى تعرفون انه يساعد هذا الشي بازدهار النبات الفلفل. يساعد ايضا بتحسين انتاج جيده وتكبيره ويكون ان شاء الله بصحة جيدة. فعمل اشعة الشمس جدا مهم من ناحية انه اذا حابين تنقلون جد لا تفلفل اخضر الى الحديقة منزل فهاية الها خطوات مناسبة وان شاء الله نتكلم عليها بالفيديو القادم. لكن بس حبت باختصار اوضح اهم النقاط المهمة للعناية بنبات الفلفل الاخضر حلو. اوشي حافظوا على الري النبات الفلفل بشكل منتظم كل يوم او كل يوميا حسب حالة الطقس عندكم. ممكن انه تقللون معدل الري كل ما نمن النبات بشكل اوضل واصبح جذوره اقوى تقللون من الري ايضا. الفلفل اخضر وحلو لازم نزرعه في مناطق حارة. رح يحتاج الى مزيد من الماء اذا زرع اماكن حارة. يحتاج الى كمية اكبر من الري كل اسبوع. وايضا تجنبون افراط في استخدام ماء الري. لانه هذا الشي ممكن لا سمح الله يسبب بموت النبات او تعافون الجذور او تعرف النبات بشكل عام للامراض. تحرصون انه يكون المكان الي اخترتوه لزارعة الفلفل اخضر الحلو. بحديقة منزلكم مثلا او بالبلاكونة او على الاسطح او داخل المنزل. مثلا نزال زرعتو ابوعاء او زرعتو باصيس يكون اصيس جيد تصريف لمياه الري الزايدة. لانه ستعطوه كمية كبيرة من الماء خلال اول فترة على الاقل لحد ما يطلع لحد ما يقوى الجذور. فلازم يكون تصريف جيد. بعدين تخلطون المواد العضوية بالطربة حول النباتات الفلفل اخضر. من ناحية انه تفتتون الطربة المحيطة بالنبات كل بضعة اسابيع. والطيفون ايضا مقدار من السماد الطبيعي. الفلفل يحب السماد الطبيعي. الفلفل ايضا هو ينمو بشكل صحي اكثر اذا غذيتوه بالمواد العضوية. والمواد المناسبة يحتاج الى فوسفوس ويحتاج الى النايتروجين ايضا. ويحتاج ايضا الى البوتاسيوم حتى يزهروا حتى ينتج العديد من الفلفل. ممكن ايضا انه تستخدمون الغطاء العضوي مثل ورق الاشجار او تخلوه حول النباتات. وهذا الشي رح يساعد على انه اول شي يحتفظ بالرطوبة الطربة وضمانه انه النبات الفلفل يحصل على كمية تكفي من الماء بالطقص الحار جدا. نقص الكالكسيوم رح يؤدي ويسبب بتعفن جزء السفلي لنبات الفلفل. اذا لاحظوا ان نبات الفلفل جزء السفلي ما تبلش بتعفن تغير اللون الى اخره. اعرفوا هنا وهذا نقص الكالكسيوم. ممكن انه يزيدوا نسبة الكالكسيوم بالطربة من خلال خطوة بسيطة سهلة جدا. مجهة تتحنون قشر بالبيض وتخلطوه مع الطربة تدريجيا راح الطربة تمتص الكالكسيوم من القشر البيض. وهو تعطيه الى النبات بشكل حلو وراقي. ممكن ايضا تستخدمون اي نوع السماد توفر عدكم. يكون اواشي نسبة النايتروجين من خفضه. ويكون ايضا من الامونية. وتحرصون انه عدم افراط في اعطاء السماد. تكون مثلا كل اسبوعين بفترة النمو الاساسي دي هو يحتاجه. فترة التوريد ايضا كل اسبوعين كل الاسابيع تعطون نسبة من السماد المناسب الى. وكل منتج يختلف عن الاخر بهاي الحالة. لما يكتمل الفلفل حلو. ممكن انه تحصدوه. ممكن انه جهزوه للحصاد لما يصير حجمه المطلوب. وعادما يكون جاهز للحصاد لما يصير ثمار الفلفل. بطول تقريبا ما بين سبعة سنتيمتر الى عشرة سنتيمتر. وبعظم حالات تم تحديد ونضج الفلفل من خلال مشاهدة لونه. وصلنا الى نهاية الفيديو. اذا بعدكم اشتركوا في القناة اشتركوا فعلوا الجرس واراكم ان شاء الله في فيديو لاحق. معرف سلامة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة